اللي حارك شايفه في الصورة ده يبقى نعيم قاسم الامين العام الجديد لحزب الله اللبناني بعد اغتيال حسن نصر الله على ايد الجيش الاسرائيلي طيب لحد هنا تمام استبدال متوقع في القيادات لاستعادة القدر على اتخاذ القرار وتجديد الهيكل التنظيم للحزب بعد اغتيال الهيكل التنظيم القديم فين المشكلة هنا؟ اقول لك ان فيه اربع مشاكل اول مشكلة الا وهي ان نعيم قاسم بمجرد ما تم اختياره الرئيس جديد لحزب الله اللبناني هرب من لبنان على طهران علشان يحموه من اللغتيال على ايد الجيش الاسرائيلي نعيم قاسم في اللحظة اللي بكلم احراك فيها دلوقتي مش موجود في لبنان اما المشكلة التانية فهي ان نعيم قاسم قائد سياسي مش قائد عسكري وهنا السؤال ليه ايران اخترت للحزب قائد سياسي اذا كان الحزب بيحارب؟ فيه حرب شغالة جايب قائد سياسي الحزب عسكري يعمل له ايه؟ المشكلة التالتة فهي ان وزير الدفاع الاسرائيلي يقف جلنت بمجرد ما عارف ان ايران اخترت نعيم قاسم لتولي رئاسة الحزب كتب تغريدة هدده فيها باللغتيال لو بس حاول انه يكرر نفس الاخطاء اللي ارتكبها حسن نصر الله اما المشكلة الرابعة والاخطر فهي ان القوات الاسرائيلية قدرت توصل لشبكة الانفاء الموجودة في جنوب لبنان وتقبض على قائد من قادة حزب الله وتسلمه للمخابرات العسكرية الاسرائيلية علشان تستجوبه تستجوبه ليه؟ علشان يوصلها لوحدات القتلية زي وحدة الردوان ونصر وعزيز وغيرهم من وحدات حزب الله وهنا تجي لها سئلة المهمة مين هو نعيم قاسم اللي تولى رئاسة اكبر ميليشيا مسلحة في العالم اللي هي حزب الله وفقا للتصنيف الدولي فحزب الله هو اكبر ميليشيا مسلحة في العالم والسؤال التاني اذا كان نعيم قاسم هرب على ايران فمين اللي بيقود العمليات العسكرية دلوقتي في لبنان والسؤال التالت ازاي وزير الدفاع الاسرائيلي هيقدر يغتاله اذا كان في قلب ايران؟ هل هينفذ عملية اغتيال جديدة شبه عملية اغتيال اسماعيل هنية اللي نفزها في قلب ايران؟ طيب ما هو لو عمل كده يبقى بيجبر ايران على ضرب اسرائيل مرة تانية وده معنا ان الموضوع بيجبر والحرب هتطول واللنعيم قاسم هياخدها من قصرها ويرجع لقواعد الاشتباك اللي كان حصل نصر الله ملتزم بيها قبل ما يكسرها ويتحدى نتنياهو بتهجير سكان مستوطنات الشمال والسؤال الاهم من كل اللي فات يا طرى بعد وصول الجيش لسرائيل لشبكة انفاء حزب الله وبعد كل الضرابات اللي توجهت لحزب الله بداية من اجهزة البيجر لحد اغتيال حصل نصر الله نفسه وضع الحزب دلوقتي ايه؟ قوته العسكرية اخبارها ايه؟ قادر تسد قدام الاجتياح الاسرائيلي ولا بتتراجع ناحية بيروت؟ بالبلدي كده حزب الله بيستعد قوته ولا بيضعف كل يوم اكتر من اللي قبله اقول لك الله ينور عليك هي دي الاسئلة المهمة تعالى بقى نجاوب عليها بداية عن كده مين هو نعيم قاسم خليفة حسن نصر الله اتولد نعيم قاسم سنة 53 في منطقة البسطة بيروت اول ظهور حقيقي ليه كان سنة 74 لما انضم الحركة امل الشيعية لكن بعدها وتحديدا سنة 79 سب حركة امل وبدأ يميل للثورة الايرانية اللي بدأت تجذب الشباب الشيعة في المنطقة العربية وبعدها بدأ يشارك في الاجتماعات اللي نتج عنها تأسيس حزب الله اللي تأسس على ايد الحرس الثور الايراني سنة 82 تم اختياره من عباس مساوي زعيم حزب الله علشان يكون نائب الامين العام للحزب ورغم كونه نائب امين عام الحزب يعني المفروض الرجل التاني في الحزب الا ان ايران مخترتوش لتولي زعامة الحزب بعد غتيال عباس مساوي ايران اخترت حسن نصر الله لكن مع استمرار نعيم قاسم كان نائب للامين العام اللي هو حسن نصر الله يعني تسيبوا شغال معاك طيب ليه ما تمش اختيار نعيم قاسم لخلافة عباس مساوي لانه كان راجل سياسي اكتر منه عسكري وبما ان ايران في حالة صراع مسلح طول الوقت مع اسرائيل فكان لازم يختاروا حد من الصقور اللي يقدر يتولى مهمة الزعامة وقيادة القوات فاختاروا حسن نصر الله مع الابقاء على نعيم قاسم في منصبه السياسي وفعلا قدر نعيم قاسم انه يثبت كفاءة في منصبه السياسي بعد ما تولى ادارة الحامل الانتخابية لحزب الله في لبنان سنة 92 واخلال توليه منصب نايا برئيس الحزب ألف كتاب كامل عن تاريخ حزب الله في مواجهة الكانل اسرائيلي الكتاب كان اسمه حزب الله المنهج التجربة المستقبل لكن ورغم كل النجاح السياسي اللي حققه نعيم قاسم في تاريخ حزب الله الا انه يظل رجل سياسي غير مؤثر باي شكل في الحرب اللي شغالها دلوقتي خلينا اقولك ان على سبيل المثال في اللحظة اللي بنتكلم فيها دلوقتي الدبابات الاسرائيلية ورغم مقاومة عناصر حزب الله وصلت لمنطقة اسمها الخيام في جنوب لبنان لو حضرتك ما تعرفش فبلدة الخيام دي لها اهمية استراتيجية عند الجيش الاسرائيلي تحديدا لان موجود فيها معتقل لخيام مين اللي كان بيودير المعتقل ده جيش لبنان الجنوبي حركتولي توسط الجيش اللبناني اقولك لا الجيش اللبناني حاجة وجيش لبنان الجنوبي حاجة تانية جيش لبنان ده اللي كلنا نعرفه وبنحبه وبندعيله ان ربنا يقوي على اللي هو فيه انما جيش لبنان الجنوبي اتشكل اصلا على ايد الجيش الاسرائيلي سنة 76 وهو اللي ساعد اسرائيل في تنفيذ اجتياح لبنان سنة 78 جيش لبنان الجنوبي ده بقى هو اللي بيدير معتقل خيام الموجود في بلدة الخيام الموجودة في جنوب لبنان واللي الدبابات الاسرائيلية وصلت لها اليومين اللي فاتوا وبالتالي في حزب الله محتاج النهاردة قائد عسكري اكتر منه سياسي فليه ايران اختارت زعيم سياسي بدل ما تختار زعيم عسكري اقول لك الاجابة بسيطة جدا وهي ان اسرائيل خلصت على كل القادة العسكريين في الحزب حتى هاشم صفي الدين اللي كان محسوب من السؤور رغم وظيفته الادارية كان هو وزير المالية في حزب الله وكان هو اللي المفروض يتولى رئاسة الحزب من بعد حسن ناصر الله بسبب قدرته على الخطابة وحجد المقاتلين وتحمسهم وبالتالي كان قادر على حجد الشعوب العربية لتأييد ايران في مواجهة الجيش الاسرائيلي هاشم صفي الدين نفسه بقى اسرائيلي غتلته بعد ما خلصت على حسن ناصر الله وبقى القيادات العسكرية فحرفيا ما بقاش فاضل غرمين نعيم آسم لذلك ايران بمجرد ما اعلنت اختياره خليفة الحسن ناصر الله هربته فورا على طهران علشان تحميه من القصف الاسرائيلي وهنا السؤال هل تهريب نعيم آسم على طهران ممكن يحميه فعلا من الجيش الاسرائيلي لو قرر يصفيه لان زي ما كلنا شفنا اسرائيل ما اغتلتش اسماعيل هنية في غزة ولا حتى في لبنان دي اغتلته في قلب ايران في قلب ايران ايه دي اغتلته في قلب المنشئات السكنية التابعة للحرس ثوري الايراني واللي موجودة على بعد 750 متر بس من قصر الرئيس الايراني فهل يطر اسرائيل اللي نجحت في اغتيال اسماعيل هنية في قلب ايران صعب عليها انها تغتل نعيم آسم حتى ولو كان مستخبي في ايران لو هنجاوب بالعاطفة اقول لك مستحيل دي ايران هتعمل المستحيل علشان تحميه حتى ولو برقبتها لكن لو اتكلمنا بالورع والقلم فوزير الدفاع الاسرائيلي نفسه كتبها له في تغريدة على موقع اكس قال له بالنص رئيس مؤقت لحزب الله ولن تعيش طويلا بالبلد كده وزير الدفاع الاسرائيلي بيقول لناعيم آسم ومن قبله ايران طبعا انك لو ركبت دماغك وكملت في استفزاز اسرائيل زي ما حسن نصر الله كان بيعمل فانت كمان هتحصله هيغتلوه يعني هنا حتراك تقول لي ثانية واحدة هو ازاي نعيم آسم هرب على ايران والحرب شغالة امال مني اللي بيحرق قوات حزب الله في جنوب لبنان دلوقتي اقول لك الحرس الثوري الايراني صحيح ايران ما بعثتش مقاتلين ايرانيين يحربوا في جنوب لبنان وإلا كنا هنشوف جساسهم على الاقل من بين الضحايا اللي اسرائيل بتوقعهم لكن بعتت قيادات عسكرية علشان هي اللي تقود الحرب في جنوب لبنان حضرتك تقول لي مال ايه فايدة اختيار نعيم آسم لرئاسة الحزب اذا كان دوره سياسي وما لوش اي دور في العملات العسكرية اقول لك لكن ليه اهمية شرفية لرفع الروح المعنوية بين صفوف مقاتلين الحزب بان الحزب لسه عايش مماتش مش معنى ان اسرائيل اغتلت كل قيادات الحزب ان الحزب انتهى بالعكس قدين اخترنا زعيم جديد بدل حسن نصر الله وباقي القيادات اللي تم اغتيلها اتسكن مكانهم قيادات من الصف التاني الدنيا ماشي ما تقلقوش مفيش حاجة طيب هل ده معنى ان حزب الله هيحرب اسرائيل بكل قوته خلاص جبنا رئيس جديد للحزب وهنمسح اسرائيل منع الخريطة اللي جابة طبعا لا كل الحكاية ان ايران مش عايزة تخسر حزب الله كورق الضغط في عملية التفاوض اللي بينها وبين امريكا او اللي بينها وبين اسرائيل فلازم حزب الله يفضل عايش حتى ولو مريض احسن ما يموت وايران هي اللي تبقى الطرف الاضعاف في المفاوضات وديك شفت اسرائيل بعد ما كانت بتطلب زمان بتدمير البرنامج الناوي الايراني النهاردة ما قدرتش تضرب لها مفعالاتها الناوية في الضربة الاخيرة اللي كانت لسا من يومين وكل اللي بتطلب بيه دلوقتي ان حزب الله بس يبطل يضرب سواريخ على مستوطنات الشمال علشان المستوطنين يقدروا يرجاعوا لبيوتهم يعني حزب الله حتى وهو ضعيف قادر انه يقوى ايران ويوقفها على رجلها في المفاوضات اللي بينها وبين امريكا واسرائيل هي دي اهمية حزب الله لايران وورق الضغط مهمة جدا سواء اتفقتها او اختلفت مع ايران وحزب الله لكن ورغم ان بسها بالتفاصيلة دي ممكن اسرائيل تبقى اضعف وحزب الله اقوى الا ان ده مش معناه ان حزب الله بينتصر واسرائيل بتخسر اسرائيل صحيح ممكن تكون بتخسر افراده معدات كتير بالمناسبة لكن الواقع بيقول انها موجودة في جنوب لابنان الدبابات الاسرائيلية موجودة في جنوب لابنان وصحيح حزب الله ممكن يكون قادر يوقع افراده معدات من الجيش الاسرائيلي لكن الواقع بيقول ان نعيم قاسم هربان في ايران عارف بالزبط زي ايه؟ زي اكتيح غزة صحيح مقاتلين حماس لسه موجودين على الارض لكن غزة دمرت صحيح اسرائيل مش عارفة توصل للبيع من قيادات حماس تحت الارض لكن شمال غزة بيتقص علشان يتحول لمستوطنات اقولك زي ايه كمان؟ زي روسيا واوكرانيا صحيح اوكرانيا لسه بتقاوم وقدرت تخترق الاراضي الروسية لكن الواقع بيقول ان روسيا احتلت مناطق جديدة من اوكرانيا خلاص كده شكرا المناطق دي انضمت للاراضي الروسية فدايما في اي حرب قبل ما تسمح لحد انه يحكي لك تفاصيل اطلب منه من يكلمك عن النتائج لان لو النتيجة مختلفة عن التفاصيل فالتفاصيل ملهاش اي لازم طيب هل ده معنا ان قوات حزب الله مأثرة في حاجة او رجالتها مش قادرة تواجه القوات الاسرائيلية مثلا؟ اقولك بالعكس مقاتلين حزب الله بيستادوا في الجنود الاسرائيليين زي العصفير ولو لوجودهم على الارض كان زمان اسرائيل وصلت بيروت من اول يوم في الاجتياح وخلينا احكي لك الخريطة اللي حضرتك شايفها دي بتوضح لك تمركزات الوحدات القتلية التابعة لحزب الله وحدة النصر مثلا منتشرة في القطاع الغربي والقطاع الاوسط من جنوب لبنان لحد نهر الليطاني وصولا لحدود فلسطين وحدة النصر هي المسؤولة عن تأمين المنطقة دي وبالتالي فهي خط المواجهة الاول مع قوات الاسرائيلية اما وحدة عزيز فهي منتشرة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان لحد ما توصل لمنطقة البقاع الغربية وحدة بدر منتشرة في جنوب لبنان من شمال نهر الليطاني لحد مدينة صيدة وحدة حيدر منتشرة في منطقة البقاع الاوسط وبعلبك والهرمل اما منطقة الضحية الجنوبية فبتأمينها وحدة من القوات الخاصة التابعة لحزب الله طيب هي الوحدات دي بتعمل ايه بالزبطة او متأسمة ازاي؟ يعني طول الوقت نسمع عن وحدة الردوان لكن بتعمل ايه وحدة الردوان محدش يعرف هقول لك وحدة الردوان دي بتعتبر وحدة التدخل السريع في حزب الله مكونة من قوات النخبة ومن بين مهمها تنفيذ عمليات مسلحة خلف خطوط العدو عندك وحدة السواريخ ودي المسؤولة عن تطوير السواريخ مش بس تصنعها يعني تزود المدى بتاع الساروخ ترفع من قدرته التدميرية تخليه قادر على الهروب من انظمة الدفاع الجو الاسرائيلية وهكذا عندك وحدة المدفعية ودي مسؤولة عن الرجمات والهاون والمدافع ذاتية الحركة عندك وحدة سلح الجو ودي مسؤولة عن الطائرات المسيرة والطائرات الهجومية وطائرات الاستطلاع عندك الوحدات البحرية اللي بتمتلك سواريخ ارض بحر وبتمتلك غواصات صغيرة وعناصر من قوات الكومانزو البحر القوات البحرية دي هي اللي قدرت تضرب القطع البحرية الاسرائيلية في حرب 2006 لو حركت في تكر عندك وحدة تانية خالص اسمها افواج العباس ودي اعلن عنها حسن نصر الله سنة 2019 وبتضم عناصر من قوات النخبة زيها زي الردوان وبرضو متخصصة في تنفيذ العمليات الهجومية لكن ورغم امتلاك حزب الله للوحدات القتلية دي الا ان حسن نصر الله قالك ان كل ده مش كفاية وراح مأسس حاجة اسمها السراية المقاومة اللبنانية اسسها سنة 97 علشان تكون قوات دعم واسناد لبقى الوحدات القتلية التابعة لحزب الله مكونة من مين سراية لبنان دي؟ مكونة من السنة والدروز والمسيحيين والشيعة حضرت تقول لي مستحيل دي تشكيلة عقائدية سهل جدا انها تخترق او حتى يتخلقوا مع بعض قالك علشان كده كانوا بيرعى في اختيارهم لعناصرها عدم اهتمامهم بالايدولوجيا العقائدية يعني حضرتك مقاتل ضد الجيش الاسرائيلي وبس لليك دعوة مين مسلم ولا مين مسيحي ولا مين شيعي ولا مين درزي ولا مين سني ايا كان اللي انت مؤمن بيه فدي حاجة ما ينفعش تدخلها طرف في الحرب اللي بتخوضها ضد الجيش الاسرائيلي طيب عددهم كامل ناس دول وفقا لحزب الله عددهم يتجاوز الخمسين الف مقاتل يجي من بعدهم مين؟ يجي من بعدهم كشافة المهدي ودي حاجة تقدر تسميها قطاع الناشئين في حزب الله يعني ايه الكلام ده؟ يعني جامعية كشافة المهدي دي نشاطها كله بيتركز على المدارس والمعاهد لانها بتصطاد الشباب الصغير من عمر 8 سنين لحد عمر 18 سنة الشباب اللي لقوموا تحمس لفكرة وعقيدة حزب الله يرعوه لحد ما يخلص دراسته وبمجرد ما يبقى شاب قادر على القتال يضموه حسب مستوى القتالي للوحدات اللي حكتلك من شوية طيب عددهم ادي ايه كشافة المهدي؟ المخابرات الامريكية بتقول انهم خمسين الف في حين ان حزب الله بيقول انهم خمس تلاف بس حركتولي ايه بس ازاي بيجنود الشباب الصغير بالسهولة دي؟ بسهولة كده تقول له تعالى انضم الحزب الله يقولك حضر انا جاي؟ اقولك طبعا لا لكن في مهمة تانية بيتم اسندها لجمعية الكشافة وهي التأهيل الديني للتلاميذ والشباب الشيعة بيسموها في كشافة المهدي التلقين الشرعي والتربوي يعني يقربوا منك وانت لسه صغير سواء تلميز او شاب زي ما قلتلك من سن تمانية لتمنتاشر سنة ويبدأ يتكلموك عن اهمية الجهاد مزايا انك تبقى مقاتل الشهادة في سبيل الله والحور العيني اللي مستنينك في الجنة من وجهة نظرهم طبعا حركتولي طيب ما حلو ده اقولك لكن لو بدون اجندات سياسية يعني مثلا لو حضرك جندي في الجيش اللبناني وموت وانت بتدفع عن ارضك وشعبك في لبنان ما انت هتموت بإذن الله شهيد لكن دور جمعية كشافة المهدي انها بتأهلك تكون مقاتل في صفوف حزب الله مش في صفوف الجيش اللبناني ونشاط كشافة المهدي مقتصرش بس على لبنان دي استغلت وجودها في سوريا وقت سوارات ربع العربي واسست فرعي تاني لها في المناطق التابعة للنظام السوري وبرده بدأت في التلقين الشرعي والتربوي علشان تجنت شباب سوري ينضموا لصفوف حزب الله كشافة المهدي هتلاقي زيها في العراق لكن باسمه مختلف في العراق هتلاقي اسمها كشافة الحسين ودي تبع الكتاب حزب الله العراقية نسخة طبق الاصل من حزب الله اللبنان وبالتالي فحزب الله من خلال كشافة المهدي بيشتغل على التلقين الشرعي للشباب لكن بالشكل اللي يخدم الاجندة الايرانية الوحدة وبالتالي حضرتك هنا بتدرك حاجتين الاولى وهي ان حزب الله فكرة عقائدية فعقول المقاتلين صعب انك تكسرها وبالتالي كان سهلة على ايران انها تعاوض غياب حسن نصر الله ولو حتى بقيت سياسي زي نعيم اسم وده ليه؟ علشان تعاوض فراغ كرس القيادة حتى ولو سلطة اتخاذ القرار لسه في ده هيا بدليل ان زباط الحرس ثوري الايراني هم اللي بيقودوا لعملات العسكرية في جنوب لابنان مش نعيم اسم يعني وجود نعيم اسم في منصب رئيس الحزب مجرد وجود شرفي وجود لانقاذ الموقف اما الحاجة التانية اللي حترك بتدركها انه ورغم كل الوحدات العسكرية التابعة الحزب الله الا انها تظل لوحدات تابعة المليشيا عسكرية في مواجهة جيش نظامي اللي هو الجيش الاسرائيلي حزب الله هيتسبب في خسار كتير للجيش الاسرائيلي اقول لك ايوة وبالفعل هو بيخسرها دلوقتي مش لسه هيخسرها لكن تجربة اجتيح غزة اللي انا وانت وحضراتكم جميعا اتفرجنا عليها صوت وصورة بتقول ان كل الخسار دي لا تتعدى كنها مجرد اضرار جانبية لو حاولت تقارنها بالخسار اللي تكبدها حزب الله او حركة حماس في قطع غزة حركة حماس لسه بتحارب ايوة لسه بتحارب لكن قطع غزة كله نهار وسكانه تشرده مقاتلين حزب الله لسه بيحاربوا ايوة لسه بيحاربوا لكن الدبابات الاسرائيلية اكتاحت جنوب لبنان ووصلت بندة لخيان بعد ما غتلت كل قيدات الصف الاول في الحزب ووقعت اكتر من خمس تلاف عنصر مقاتل ما بين قتل وجريح في عملية البيتجر وزا كنت حضرتك لسه مش مقتنع باللي حصل ده فنعيم اسم نفسه اقتنع وهرب على طهران رغم ان المفروض اول حاجة كان يعملها بعد اختياره كزعيم للحزب انه يجتمع بالقادة الوحدات ويناش معهم قطع العمليات القتالية الا انه بدل ما يجتمع معهم سابلوه بالليبنان كلها وطلع يستخبه في ايران لأ وخد الاتقل انبارح الجيش الاسرائيلي اعلن انه نجح في اعتقال حسن عقيل جواد مين هو حسن عقيل جواد ده مسئول حزب الله في منطقة عية الشعب الموجودة في جنوب لبنان ابضوا عليه خلال اجتماعه مع مجموعة من عناصر قوت الردوان خد بالك ده وفق اللي بين الجيش الاسرائيلي هما صحيح عرضوا صورة حسن عقيل جواد مسئول الحزب في منطقة عية الشعب لكن معرضوش صورة مقاتلين وحدة ردوان اللي بيدعوا اعتقالهم طيب احنا ليه بنشكك في معلومة اعتقالهم لمقاتلين وحدة ردوان لان زي ما قلتلك مقاتلين وحدة ردوان مقاتلين من وحدات النخبة والمفروض ان ما فيش مقاتل بيستسلم امال بيعملوا ايه المفروض بيضربوا نار وبيشتبكوا لحد ما ينتصروا او يموتوا ده اللي المقاتلين بيعملوه طيب الجيش الاسرائيلي اعتقل حسن عقيل فين في نفق من انفاق حزب الله الموجودة في جنوب لابنان وده معناه ايه معناه انه قدر يوصل للانفاق او على الاقل للجزء المهم اللي القادة بيجتمعوا فيه طيب هل دي اخطر جزئية في خبر اعتقاله اللي جابة طبعا لا الاخطر من كل اللي فات انه سلم نفسه للجيش الاسرائيلي بمحد ارادته ومحاولش حتى انه يشتبك معاه فالجيش الاسرائيلي عمل فيه ايه قتلوا الاجابة طبعا لا سلموا للوحدة 504 مخابرات عسكرية وهي اللي تولد التحقيق معاه علشان تستخلص منه كل المعلومات اللي يعرف تخلص المفاجآت على كده الاجابة طبعا لا اتضح انه ما تقبطش عليه مبارح ولا اول ده مقبود عليه من اسبوعين وطوله الاسبوعين كان بيتم استجوابه في المخابرات العسكرية الاسرائيلية علشان يعرفوا منه كل اماكن تمركزات الوحدات التابعة الحزب الله ووحدة الردوان ووحدة نصر ووحدة عزيز وغيرهم من الوحدات اللي ذكرتهم لك من شوية ما الرجل بنك معلومات متحرك خدوه استجوبه وخدو منه كل المعلومات اللي يعرفها وبعد اسبوعين كاملين هم بنفسهم اللي طلعوا وقالوا انهم ابضوا عليه في نفق من انفق جنوب لبنان طيب اللي بعده اقولك مفيش حاجة تانية بعد كده غير سؤال واحد بيسأله مواطن لبناني مواطن لبناني ما لهش علاقة لا بحزب الله ولا بالطيرات السياسية ولا عنده اي انتماءات حزبية الرجل بيقولك ايه بيقولك انا استفدت ايه انا كمواطن لبناني استفدت ايه من حزب الله ادر يحمل لبنان لا ادر يحرر الاقصى لا ادر يحمي نفسه برضو لا اموال موجود في حياتي ليه موجود في حياة اللبنانيين ليه سيد المواطن خلين اقولك ان الشعب اللبناني لسه لحد النهاردة مش قادر ينسل لحزب الله عملوا في عشرين وعشرين حرارة تقول لي عمل ايه في عشرين وعشرين اقولك انها كانت اول مرة حصل نصر الله يعنن عن شعار بيقول السلاح لحماية السلاح خير يا فندم سلاح ايه وهيحمي سلاح مين هقولك بعد انفجار مرفق بيروتي ماربع اغسطس سنة عشرين وعشرين لبنان كلفت القاضي طارق البيطار للتحقيق في سبب الانفجار الراجل فعلا بدأ يحقق في اللي حصل علشان يكتشف بعد كده ان الانفجار حصل في العنبر رقم اتناشر الموجود بين عنابر المرفق العنبر ده بتاع مين؟ بتاع حزب الله كان مخزن فيه ايه؟ كان مخزن فيه مادة النيترات اللي بيتم استخدمها في تصنيع القنابل والمتفجرات تلت تلاف طن نيترات كان مخزنها حزب الله في مرفق بيروت وسط المدنيين بدون ادنى اهتمام لحياة الناس المهم حزب الله بمجرد معارف ان القاضي طارق البيطار بيجمع قدلة اقتدينه وخلاص هيحاكمه بشكل رسمي نزل المقاتلين بتوعه في شوارع لبنان وتحديدا عند مناطق تجمع المسيحيين وده ليه؟ علشان تحصل بينهم اشتباكات فالناس تنشغل بالفتنة الطائفية والنزاع المسلح وينسوا يحققوا في قضية مرفق بيروت واللي تسبب في انفجار مرفق بيروت هو ده حزب الله اللي ايران بتحاول دلوقتي انها تنقذه وبتعاين له رئيس جديد بدل حسن نصر الله اللي تم اغتياله علشان حماسة المقاتلين ما تقلش ولا يحسوا ان الحزب بينهار حزب مين اللي بينهار؟ عايزين رئيس جديد للحزب بدل حسن نصر الله؟ نعيم آسم موجود نعيم آسم هو رئيس الحزب الجديد على الورق لحد ما مجلس شورى الحزب يجتمع بعد نهاية الحرب علشان هو اللي ينتخب رئيس فعلي للحزب يكون خليفة الحسن نصر الله وده بالمناسبة اللي ايران بنفسها اعلنته مع حزب الله ده مكون من ايه؟ مكون من مجلس الشورى اللي بيعتور مركز صناعة القرار داخل الحزب مجلس الشورى بيضم سبع اعضاء هما الامين العام للحزب ونائب الامين العام وقادة المجالس الخمسة البقين ايه هما المجالس الخمسة البقين؟ المجلس التنفيذي اللي كان بيترقصه هاشم صفي الدين الاسرائيلي غتلته والمجلس السياسي وده اللي بيترقصه واحد اسمه إبراهيم أمين السيد المسؤول عن إدارة ملف الأحزاب الإسلامية والمسيحية والمنظمات الفلسطينية ييجي من بعده المجلس النيابي وده اللي بيناقش وبيجهز مشاريع القوانين اللي هتتعرض على البرلمان اللبنان ومن بعده ييجي المجلس القضائي وده اللي بيفصل في النزاعات الموجودة بين عناصر حزب الله حضراك تقول لي ويا ترى بيعتمد على الدستور اللبناني في الحكم بين الناس؟ أقولك طبعا لا بيعتمد على المذهب الشيع الجعفري أما المجلس السابع والأخير فهو المجلس الجهادي وده تأسس سنة 95 وبيخضع لإشراف الأمين العام بشكل مباشر مسؤول عن إيه المجلس الجهادي ده؟ مسؤول عن التخطيط العسكري لعناصر المقاومة زي الوحدات القتالية وغيرها لكن ورغم أهمية المجلس الجهادي ومرجعيته المباشرة للأمين العام للحزب إلا أنه وبسبب أهميته بيخضع برضه لمجلس شورى الحزب زي ما قلت لك المجلس الجهادي ده هو اللي بيحط الخطط العسكرية هو اللي بيقول ندرب مين وفين وازاي وامتى وبالتالي لازم مجلس شورى الحزب يتأكد أن كل القرارات المجلس الجهادي ماشية وفقا للأجندة الإيرانية ما ينفعش حد يجود من عنده وبكده سيد المواطن حركت بأعرفت كل حاجة عن حزب الله اللبناني مين رئيسه الجديد؟ مين وحداته المقاتلة؟ مين المجالس اللي بتحكمه بداية من مجلس الشورى نهاية بالمجلس الجهادي؟ عرفت خط سر المعارك بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان عرفت أن نعيم قاسم بيترقص الحزب بشكل شرف من إيران في الوقت اللي زباط الحرس الثوري هم اللي بيدوروا المعارك في جنوب لبنان عرفت أن يوران بتحاول تعمل المستحيل علشان حزب الله يفضل وقف على رجله ما يقعش يوران ماينفعش تخسر حزب الله كوراق الضغط بتستخدمها وقت ما تحبه في التفاوض مع إسرائيل وأمريكا وبالتالي هنا ما يبضلش غير سؤال واحد لحضرتك تفتكر إيه حجم الاستفادة اللي عادت على الشعب اللبناني من وجود حزب الله في حياته يعني بالبلد كده لو حضرتك مواطن لبناني أو حتى عرب محتاج حزب الله في حاجة ولا وجوده بالنسبة لك زي عدمه اشتركوا في القناة